اشتركوا في القناة جلس الأعلى للبيئة عن اعتزاز مملكة البحرين بالثقة الكبيرة والمسؤولية والمستوى المتقدم الذي نالته المملكة عبر هذا المنصب بترأس هذا الاجتماع للمرة الأولى خلال 35 عاما من عمر الاتفاقية وذلك بفضل الاستراتيجية والتوجيهات والدعم اللامحدود الذي يليه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لقطاع البيئة في المملكة وبالدعم والمتابعة والتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله لكل ما من شأنه رفعة المملكة في المحافل الدولية وقال سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة إن بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون يعد أحد أنجح الاتفاقيات البيئية التي تلعب دورا عالميا لحماية الأرض من تداعيات استنفاذ طبقة الأوزون والتهديد من الأشعة فوق البنفسجية التي تطلقها الشمس موضح أن سموها 198 دولة حول العالم هي أطراف في بروتوكول مونتريال الذي يحتفل هذا العام بمرور 35 عاما من المصداقية عليه حيث اجتمعت الأطراف لمناقشة العديد من القضايا الساخنة على الصعيد العالمي التي من أهمها كفاءة الطاقة وتطوير تكنولوجيات التبريد والتكييف التي ستساهم في خفض معدلات الاحتباس الحراري ومنع تآكل طبقة الأوزون وتقدم سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة تقدم بالشكر والتقدير لجميع الدول الأطراف في بروتوكول مونتريال على دعمهم واثقتهم في مملكة البحرين لتتبوى هذا المنصب وتمكينها من قيادة الأطراف في البروتوكول للوصول إلى قرارات تساعد جميع الدول خصوصا الدول النامية من الإفاء بالتزاماتها البيئية تجاه متطلبات البروتوكول منوها سموه بالكوادر من منتسبية المجلس الأعلى للبيئة وحرصهم بتحقيق أفضل المستويات في العمل البيئي ما أصبح لمملكة البحرين دور متميز وسمعة طيبة من خلال حضورها ومشاركتها في منظومة الأمم المتحدة للدفع باتجاه الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها والعمل مع الدول المتقدمة في حماية كوكب الأرض من التهديدات المناخية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر